خلينا نروح للخبر الثاني معنا نسيب كابتن هنا جودة نجمتنا كبيرة وهنروح لكابتن محمد أبو النصر لعب كرة السلة في النادر أهلي وهو بيصرح عن الموسم الجديد النادر أهلي لعب ثلاث مباريات لعب مع الشمس والطيران ومصر البطول في منطقة القاهرة إعداد جيد جداً للمرحلة اللي جاية بإذن الله وهي بطولة دوري المرتوط اللي هتبدأ إن شاء الله يوم 13 أكيد هو بيقول إن كابتن أشرف التوفيق حرص على الاهتمام جداً بكافة التفاصيل ببارات الودية مع مبارات منطقة القاهرة اللي هم أخذوها ده استعداد جيد جداً للدوري وأشعر إنه هو إن أعداد اللاعبين المسلم جداً بحاجة مختلفة عندهم الإصرار والتحدي حاجة مهمة جداً إضافات اللاعبين كمان كابتن محمد أبو النصر بيقول إن إضافة اللاعبين الجدد لنادي الأهلي هي إضافات قوية جداً إضافات فانية كويسة جداً إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق بإذن الله النادي الأهلي هيبدأ المرحلة دوري المرتبط يوم 13 هيلعب ثلاث مباريات مع أصحاب الجياد وهيئة قناة السويس وسبورتينج دوري المرتبط ده إحنا حاملين اللقب كنادي أهلي إن شاء الله في المرحلة اللي جاية في أربع مجموعات النادي الأهلي هيقابل المجموعة الأولى يعني دور الأولاني أو المجموعة دي عبارة عن ماتشاط ترتيبية فقط لغير أول تاني تالت رابع النادي الأهلي هيقابل المجموعة الأولى يصفوا يخشوا دور الستاشر بعد دور الستاشر لعب الماتشين وهكذا لغاية ما وصلوا ليه السيمي فاينال أو الفاينال كلها عبارة عن خروج المغلوب بماتشاط المرتبط نتمنى بإذن الله تكون بداية قوية جداً كل جماهير الأهلي مستنياها مستنيين يتفرجوا على فرقة السلة بالنسبة لنا فريق الأحلام في النادي الأهلي بإذن الله يكونوا عند حسن نظام الجميع ويقدروا يفوزوا ببطولات السيزون والبداية مع دوري المرتبط